أهلا بكم مع ما تقوله الصحف الصادرة حول العالم في مقابلة مع صحيفة فينانشل تاينز قال فيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قال أنه سيستمر في منصبه مدام يمكنه تقديم الدعم الإنساني ونقل صمود اللاجئين للفلسطينيين أعلن لازاريني رفضه لمطالب إسرائيل بتقديم استقالتي بعد مزاعمة بمشاركة عدد من وظاف الأنروا في هجوم يوم السابع من أكتوبر أوضح أيضا أن قرارات المانحين بوقف تمويل الأنروا كانت متسارعة وغير منطقية مشيرا إلى خطته للصفر إلى دول الخليج في محاولة لتأمين تمويل عاجل ننتقل معكم كل شيء جميل دمر كان هذا عنوان مقال على صحيفة الجارديان كما نرى لتصوير حالة الحداد الفلسطينية على مدينتهم التي ضمرها جيش الاحتلال تماما إذ تم تدمير أكثر من مئتي مبنى ذي أهمية ثقافية وتاريخية في قطع غزة بما في ذلك المساجد والمقابر وحتى المتاحف أيضا الصحيفة أرفقت صورا لتدمير الجامع العمري الكبير الذي يعود إلى القرن السابع الميلادي كما نرى من جانبها أبرد الصحيفة جيرازورين بوست عودة حركة حماس إلى داخل مناطق في مدينة غزة مرة أخرى بعد انسحاب جيش الاحتلال من مواقع محددة الصحيفة استشادت بتقرير من Associated Press إذ أوضح هذا التقرير أن الحركة نشرت ضباط شرطة تابعين لها دفعت رواتبا لبعض موظفيها المدنيين في المدينة في الأيام الأخيرة قال المحلل والمراسل العسكري عاموس هاريل ضمن مقال تحليلي في صحيفة هيرتس قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم لنتنياهو طوق نجاه لكنه لا زال يرفض قبوله حيث بدأ البيت الأبيض في تقديم استراتيجية بايدن للشرق الأوسط وذلك على الرغم من هشاشة موقف إسرائيل بسبب أفعال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة Wall Street Journal أعلن وزير الأمن القوم الإسرائيلي اليميني المتطرف إطمار بن جفير أعلن خطته لتهجير سكان غزة تحت مسمى الهجرة الطوعية فضلا عن بناء مستوطنات في القطاع وقد زعم بن جفير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مشغول بتقديم المساعدات إلى حركة حماس واعتبر أن السلوك الأمريكي سيكون مختلفا تماما لو كان الرئيس السابق دونالد ترامب في موقع الرئاسة الأمريكية قال أيضا أن الرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو على مفترق الطرق وعليه اختيار الطريق الذي سيسلكه في سياق آخر أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الضربات الأمريكية تختبر إرادة إيران للتصعيد المحتمل الصحيفة قالت كما نرى في هذا العنوان إن هناك خيارين أمام طهران إما الاستجابة والرد أو تحمل الضربة وتخفيف التصعيد ذكرت نيويورك تايمز إن واشنطن وحلفاءها يتوقعون أن تختار طهران الخيار الثاني وذلك لعدم جدوى الدخول في حرب مع قوة أكبر بكثير وما يترتب على هذا من مخاطر كبيرة على الجمهورية الإسلامية كما قالت الصحيفة ختما نقشت صحيفة بوليتيكو إمكانية أن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى حرب لا يريدها الطرفان الصحيفة أرجعت أسباب هذا إلى احتمالية انخراط الولايات المتحدة بشكل مفرد في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن احتمالية أن لا تتمكن إيران من السيطرة على حلفائها ما ينذر باتساع رقعة الصرع حيث سينزلق الجانبا إلى نحو حرب بما تجاوز قدرتهما على إيقاف هذه الحرب إذن كانت هي تفاصيل ما قالته الصحيفة الصادرة بشأن الملفة الفلسطينية بشأن الملفات أيضا ساخنة اشتركوا في القناة